موسيقى من مغداد أحييكم مشاهد التغيير وأنا أطلو عليكم من جديد قضية عراقية للقاش مشاهد الكرام بداية نعتذر عن القطاع الذي حصل خلال الأيام الماضية وذلك لظروف خارجة عن إرادتي وسنواصل معكم هذه الحلقات تحت عنوان برنامج من بغداد اليوم أعود ومن جديد لمناقشة قضية أساسية العراقيون كلهم منشغلين بهذه القضية من سنوات عديدة لأن هذه الموضوعة هي تعتبر المفصل الأساسي لما وصلنا إليه من حال لا نغالي إذا قلنا يرثاله وهو موضوعة الفساد وما أدراك بالفساد والفاسدين والقائمين على هذه الحلقات والفساد في العراق كثيرا ما فتحت له بساحات واسعة في الإعلام وفي كل مرة تجد نفسك مضطرا بين الفترة والأخرى أن تلاقش هذا الموضوع لتقف عند الحقائق الأساسية التي تطيل من عمر هذا الفساد بل أن تبتدع أساليب جديدة ومبتكرة لإدامة زخل هذا الفساد وأيضا تسمع في كل حكومة تأتي أو في كل شعار يرفع أننا سنعمل وأننا سنقضي وأننا سنطوق وأننا سنحارب وسنفتح المجالس وتكون محاكمة خاصة ودعاوة خاصة في موضوعة الفساد لأنه الفساد هو أصبح الشعار الذي يذهب إليه الكثيرين من المسؤولين لطرحه لأنها مشكلة تناغم مشاكل الناس ولكن في كل مرة نعود أدراجنا من حيث كنا لا أحد يحارب الفساد ولا أحد يريد أن يقضي على الفساد لا تجهد نفسك في أن تبحث عن الأسباب والمسببات لأنه القضية واضحة أن هناك بعضا وأقول بعضا من القوى السياسية المتصدرة والمتسلطة والتي تحكم لا يروق لها أن ينتهي الفساد لأنها أصلا جاءت بقرارات فاسدة وصعدت بقرارات فاسدة وحكمت بقرارات فاسدة ولا تقوى العيش بدون الفساد لأن هذا المستنقع هو البيئة الوحيدة والمكان الوحيد الذي تستطيع بها هذه القوى وهذه الشراظم وقياداتها أن تعيش فيه وبالتالي فهي تحارب من أجل أن يبقى الفساد ولكن عندما يخرجون عليك في وسائل الإعلام تسمع منهم كلاما معشولا نحاولون في كل مرة أن يخدعون الناس ولكن عندما نعرض هذه الملفات ونتعرض فيها إلى الخطر ونتعرض فيها إلى التهديد لا نتركها سدى ولذلك نناقش ردات الفعل ليس في الشارع إنما ردات الفعل لدى المسؤولين ومرات تجتهد الحكومة وتجهد نفسها في أن تنشأ هيئات ومنظمات جديدة للرقابة وتارة أخرى تأتي لتلغي هيئات أخرى لا ندري هل هي حلقات فائضة هل هي حلقات فساد أسست هذه الأحزاب هل هي هل هي لا ندري لأنه ما يجري في المطابخ السياسية وفي الغرف المظلمة وفي الاتفاقات السياسية مخيفة في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها ستكون هذا الموضوع على أجزاء مع شخصية اشتغلت في الجانب الرقابي لمكافحة الفساد التقيته لأكثر من مرة أعود إليه هذه المرة لأنه للضرورة يحكام أن أصل معه لما ابتدأت به في أجزاء سابقة الضيف المحترم في هذه الحلقة الأستاذ قيصر الهاشمي قيصر الهاشمي أطلع عليكم في حلقات عديدة كان مفتشا عاما في وزارة النقل مفتشا عاما في هذه السجناء السياسيين وآخر مكان اشتغل به هو مفتشا عاما في جهاز مكافحة الإرهاب أهلا وسهلا أستاذ أهلا بيك حياة كالله أستاذ نجم شكرا جزيلا على هذه الفرصة والتحية إليك وإلى المشاهدين الكرام والكادر المحترم أنا أشكرك أنت يبدو قدرك أن تبقى مفتشا عاما وأنا قلت في المقدمة هذه ثلاثة دوائر لكن قبل ما نغوص بالتفاصيل أيد أبدأ من قضية إلغاء أو قرار إلغاء والمصادقة على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين هل هذا القرار كان قرارا سياسيا بحتا؟ هل أنتم كنتم حلقات فائضة؟ هل كنتم واجهات للفساد والولد اليوم انحرجوا وبالتالي غلون مكاتبكم؟ هل القرار جاء متوافقا مع نص القانون أو قانون التقاعد؟ طبعا هذا محور حلقة كاملة أو السؤال واحد هل نقدر عليه هل نقدر عليه فيما يخص الجزء الأول التي تفضلت به بسؤالك أنه هل تم للغاء لأسباب سياسية وغيره؟ نحن طبعا مع احتراماتنا كافة وجهات النظر أصبح الطابع الغالب الأعام اللي هو مثل نقول المنطلقات السياسية باتخاذ القرارات هذا النظرة السائدة لكن بالنسبة للدعوات لغاء مكاتب الشعون هي ليست بجديدة تقريبا مع كل دورة برلمانية تطرح هذه المسألة نقول المبررات اللي تطرح عديدة بس ما لها صحة وهو دليل على عدم دليل على عدم الاطلاع على الحدود الوظيفية لمكاتب المفتش عمومين يعني أن أتحدى أي شخص أشكال على مكاتب المفتش عمومين يعرف الحدود الوظيفية لمفتش عمومين من يطلع شخص في سلطة عليا ويقول احنا ما شفنا المفتش العام حقق مع وزير ليش هو من حق المفتش عامحق مع الوزراء بالقانون ما يسمح لك إذا لقيت مخالفة على الوزير أنت تشعر الجهات العليا هذا الأثبت أول نقطة على لسانك أنه الذين في البرلمان أو الذين عاونهم ألغوا المكاتب المفتشين العموم كانوا لا يدركون حدود الصلاحيات وطبيعة المهام التي يقوم بها المفتش العام هذه أول نقطة أثبت لدقة الوصف أغلب المتبنين لموضوع الغاء المكاتب ما أحددهم بشريحة معينة لا بالعكس أكو جهات خارج البرلمان هم تبنت هذا الموضوع بل بالعكس أحيانا أكاديميين أنا أسمع منعتهم هذا الشيء أنا أتحدث عن أصحاب القرار الذين تبنوا الموضوع الآخرين يقدمون آرائهم أنا أحسن الظن بهم وأقول ليس لديهم اطلاع كافي بالحدود الوظيفية للمفتش العام إذن الجهل هو الذي قاده لإلغاء مكاتب مفتشين عموميين نقطة ثين كمل أيها من ناحية أنا أضرب لك فد أمثلة مثلا الآن المفتش العام إذا أكمل ملف مكتمل الأركان اعترافات كاملة ووثائق وأدلة لازم يرفع الملف للوزير إذا الوزير ما صادق عليه ويحول المفتش عامي يحول الملف إلى هيئة النزاهة رأي يعتبر بلاغة وهيئة النزاهة راح تحقق به ورح تأخذ فد إجراءات ودواما طويلة هنا الارتباط بالوزير هو الخطأ هو اللي جاي يخلي موانع أمام تقدم في مجال شفافية ومكافحة الفساد إن اكتمل الملف وصادق عليه الوزير يذهب كإخبار إلى هيئة النزاهة هيئة النزاهة لضمان دقة وحرفية التحقيق راح تعيد التحقيق بالملف وإن أكملت هيئة النزاهة إجراءاتها التحقيقية راح تحيلها إلى المحكمة أنا مارد أدخل بهذه التفسير وكذا كذا فبالتالي إحنا مو من صلاحيتنا نحقق مع وزير إذن الذين تبنوا القرار إشلون وليش لماذا تم تبني هذا القرار هل هو قرارا سياسيا هل أنتم أصبحتم خطرا على الفاسدين أم أنتم حلقات أو جهات يقول لك الولد إحنا بعد ما نقدر خلنبطلهم أريد وحدة بالذين مجموعة وحدة الطيري توصيف دقيق الوصف الدقيق أنه كان تعارض مصالح تعارض المصالح مو إلا واجهة سياسية مع شخصيات اليوم نكونوا واقعين من الشخصيات مثل نقول اللي تعمل في القطاع الخاص الداعمين للأحزاب ذول لهم حضورهم لدى أصحاب القرار لما نيجي يطرح مشكلتها أمام صاحب القرار ما يطرحها بطريقة صحيحة يطرحها بطريقة أخرى فبالتالي هذا يقتنع المفروض إحنا نصح بالقرار قبل أن يتخذ أي خطوة قبل أن يصرع الدائقة ناعة يجمع الأطراف يتأكد من هذا الشيء أنا أداري وضعك سيدنا أنا أداري وضعك حتى الذين يتعارض مصالحهم معكم هم هم سياسيين بس هم يبقوا لي سياسيين بالتالي يروح للوالي بالليل قال لي يا بأ ترى السيد بنقل ما مش شبالاتي قال لو عرف جاي مني قال لو عرف جاي منك ضمها للسيد ولبوا التجارة ضمها قال لي فلا بعدين يجاو قعدوا وولد بالليل بسهرة من السهرات قال لي يا بأ ترى ذولين هون لا لا أخو ليش هاي الصورة اللي أنا أسولف بها لا أحكي لك أمثلة واقعية يعني أنا أكو شخص وهذا الشخص طارت علي أزمة بالنجف في الطوق مطار النجف علي قال أنت أمامك خيارين إليك إليك إيه الخيار الأول أنا أمتلك 350 موقع عليك تروني بلني أسخرهم ضدك بارك أخوش الله رازق زين أو أسخرهم إليك أنت بقيت مرحلة عبر جسر تتحول إلى الطبقة النخبوية بال زين جاوبتها تجاوب اللي أقبيه الطبقة الطبقة النخبوية بالعمل التنفيذي يعتبر أنه المرحلة الوزارة يعني مرحلة الوزارة أي التواصل يمن ولي الشيء الآخر التهديدات اللي نتعرض لها أو أكو مصطلح هذا المصطلح حقيقة واحد يخون بي نفسه من يقول أنه فلان لا يرع التوازنات اللي هي التواطعات أي هذا يعجبني هذا التعبير تعبير وتوازنات لكنه التواطعات خش شما التوازنات خلينا اجدخل بناء الدولة والمؤسسات والتعاقدات الرصينة الشفافة لمصرحة البلد بالتوازنات التوازنات ابني بلد يعني أنتم ما ابني شخص أيضا يثبت لقطة أنتم في عملكم ما كانت أقامكم خياران لو موت له يا عبد العيوني لو تعبر الجسر ومثل مصطلحك تصل يم الجماعة النخبوية وتقعد مرتاح لو تظل براس الجسر ولو يشبرون عليك أحجار ترى هاي طرق واحد يوصلي من هذا الوصف طرق غير أخلاقية مو بس يعني يندرج الظلم المسامات غير أخلاقية إذا الإنسان ما عنده إيمان بالله سبحانت الله عز وجل زين ومبدأه فوين بوين يوصل ما لقيمة قرار إقالتكم كان قرارا ظالما كان مستعجلا قرار قرار إلغاء مكاتب فتش عمومين بالنسبة مكاتب فتش عمومين هي ما مختزلة بشخص هاي شخص تتغير الموضوع بناء مؤسسة اليوم تجي الكويت والسعودية ودول أخرى تقول إحنا راح نقول تجربة العراقية راح إحنا مثل ما نقول تكون عندنا راح نستخدمها راح ننشئ مكاتب فتش عمومين راح نستنسخ التجربة العراقية ثم اليوم الدعاءات اللي حقيقة هم غير مدروسة أنه ديوان الرقبة المالية كان هو يدير العمل ديوان الرقبة المالية كان يدير العمل ما كانت عندنا يش ميزانيات ما كانك عندنا هيش تحايل ما كانك التفنن ما كانت تأكد مؤسسات كاملة مترابطة ما شفنا حرامية بهالوكاحة يعني أنت تعقلها 16 سنة بلد ما يعرف يسوي رحلات بالمدارس ما ريد لا مستشفى ولا ريد قمر صناعي ولا ريد مركبة فضائية 16 سنة عندنا اكتفاءات من المقاعد الدراسية ما هو منشغل بما هو أهم من الرحلات الولد ما فارغين ما فارغين بالنسبة لنا إذا إلغاء مكاتل المفتشين وإلغاء هيئة النزاه وإلغاء ديوان الرقبة المالية هو يحل مشكلة البلد لا والله إحنا أيضا نقبل مو فقط إلغاءها حتى دع صالبنا مزيد أنا خلي يعني أنت غيرت المحور كلها غيرت بس خلينا نفوت لنعرف أنه الدرجات الخاصة هي تخضع للمحاصصة والمفتش العام أيضا هي درجة خاصة والأحزاب هي التي تتحاصص والأحزاب هي التي تأخذ حصتها فبمعنى المفتش العام من يجي يجي مرشح حزب والمفتش العام وظيفتي حارب الحرامية الحرامية من الحزب والمفتش العام من الحزب زيان هاي معادلة أنا شون أفهمها لا يقتنع بها أصحاب الأرض ولا يقتنع بها أصحاب السماء الحزب يرشح يأخذ درجة خاصة والدرجة خاصة عن الفلوس ويقول له رحارب الفساد والولد هم من نفس الحزب شون أقدر أقتنع بتوليف من هذا وبعدين الحزب ينقلب على مرشحه وبالتالي طلعه واعطيني برهان أن أحدا فيكم نفذ من السماء نفجاء من الأرض وأصبح مفتشاً ولا يوجد وراء أي حزباً أن تجيب أكاد أحاول أن أصدقك أشكرك ابتداء أنا أطلب دليل على أنه المفتش عمومين تابعين لأحزاب أو مرشحين من أحزاب درجة خاصة ما لها ربط ها؟ ما لها ربط أنا اللي يفتهمه أو 16 سنة بهذا الضهم أي درجة خاصة إذا تجيب يسمونها درجة خاصة لازم كل حزب يأخذ منها حصة مستشار درجة خاصة الوكيل درجة خاصة المفتش العام درجة خاصة شوء؟ الحالة ما كانت أستاذ نجم حكو المنصفين في بداية تأسيس النظام العراقي الجديد بعد 2003 ما كان الهد درجة ها قامت مثل نقول الوتيرة تتصاعد والخط البياني لها للأسف وصارت ظاهرة في داخل مؤسسات الدولة وصلت إلى مدير القسم بل وصلت والله العظيم إلى مرحلة عامل الخدمة هايها بالمرحلة الأخيرة وأني أكثر الأخوة المفتشين متكلمين بهذا الشي أخشى أن في يوم من الأيام تعد الموازنات وفق أمزجها معينة موفق المزاج العام أو المصلحة العامة المفتشين العموميين قد يكون 2-3 انتموا إلى منتمين إلى جهات لكن ما يعملون تحت مضلة أو سطوة هذا الحزب لأن المفتش عام لا يليق به ولا يجوز لقانون ولا يحق له أن يعمل وفق أجندة أو رؤية سياسية المناصب السياسية عادة تكون في الوزارات في الوزراء وهذا في كل دول العالم كل دول العالم بيحزاب ويجب أن وزير بس ما توصل إلى الوكيل وإلى المدير العام وإلى المدير القسم المفتش عام هذه جريمة أنا هسا من الناس أنت تقيس تجربتها بتجارب العالم تحط شاية سنة هنا مقابلة شاية الشيعة هنا يا هل يسواها بالعالم قبل لا أقول لك هاي جريمة جريمة بحق العراق هذا العراق اللي نفتخر به عراق السومريين والآشوريين ونبخد نصر وحمرابي معقول لنوصل مرحلة إلى هالدرجة المتدنية من التفكير إيبا يغل يسهل الهوان وعليه هذا من ناحية الجهل اليوم المفتش العام لمن يتعين مفتش عام أكو آلية رسمها القانون الآلية تقول يدخل إلى اختبار أولا تعلن هيئة النزاهة عن حالته إلى مفتشي عمومين أو يتم ترشيح موظفين بناء على نزاهتهم بناء على إمكانيتهم يدخلون إلى لجنة هاللجنة تتكون من رئيس هيئة النزاهة رئيس دون الرقبة المالية الأميني العام المنزل الزراء هذا اللجنة هي تختبرهم تخضح من الاختبارات ومن ثم مثل ما نقول تنتخب منعتهم اللي ترى أعلى مثل ما نقول المستوى بين المتقدمين للعدد أما هذه التهم كنا تهمنا بها يعني أنت تيت تقنعني أنه أنت بمرشح حزب أبداً وأتحدى ذلك بل مستعد أشرح لك أنا شنصرت مفتش عام إذا تسمح لي أنا ما راح أغوص بهذا التفاصيل وقلت لك أنا أريد أن أصدقك بهذا الموضوع أنا الموضوع كالآتي في عام 2005 قاعدين نحن في فد مثل نقول فد مكان ندر نتغدى وأحد الأخوان عملي أساساً بالتجارة بالدباغة بالجلود وأحد الأشخاص اللي عايش بالأردن قال مع الأسف على العراق يشتري خيوط عمليات داخلية تتقطعتنا العمل وفيها بكتيريا وإطلافها تطلب من صاحب الشركة أن يدفع مئة ألف دولار لكن تأجي العراق واشتراها بتسعة واربعين مليون دولار ونص فأنا قلت له أنا ما أعلم أكسباير أكسباير وتتقطعتنا العمل وبيها بكتيريا ويريد يتلفها بالشركة فطلبه من عدة مئة ألف دولار فهو العراق اجي اشتراها بيا شرب تسعة واربعين مليون دولار ونص قلت له قلت لقين الأدلة هذا الحد كان ليس موظف بالحكومة العراقية أخذت الأدلة الوزارة تابعة إلى الصحة الصحة كانت تابعة بها الوزير أعتقد الدكتور عبد المطلب تابع إلى التيار الصدري صديق لأتشار فرحت إلى أقاربي وأخي المرحوم الشهيد ابن عمي السيد رياض النوري لا لأول مرة رحت على السيد حاكم الزامري كان معاون مدير عامل إداري قل لي أنا جاء يشوف كوارث بس ما جاء يقدر أك حرك لأنني منصبي ما يسمح لي قلت لزيئ فرحت إلى المرحوم سيد رياض النوري كان ما عندي أي منصب سياسي كان مفتش لعب لا سيد رياض النوري بالترصدري لا لا مو نور النوري المرحوم العلامة السيد رياض النوري شهير تعال نور النور عاسر فقال خل الروح إلى السيد مختدى الصدر يا سيد سيد مختدى الصدر أخذ الأوليات وراح قلت لأني ما روح إياك لأنه ما ريت تفهم فد وصولي راح إلى السيد مختدى الصدر سيد مختدى الصدر قال لي خلي يروح يصرف ويتكلم ويوصل إلى أعلى المستوى هذا الحجي هذا اللي نقل لي المرحوم سيد فعلا جيت إلى أبو حوراء مدير مكتب السيد الجعفري شخص قلت له هذا الموضوع حيط شي قال هذه الوزارة متابعة لي قلت له شنو متابعة لك هاي العراقيات كل راح يتخيطن بهذا الخيط هات تقريب مستشفى العلوية للولادة وهذا تقريب مستشفى الكرخ للولادة القول هاي اللي خيوط بها بكترية وتتقطع اخنا العمل هاي سرطانات التاجر هنا اشتراها وباحر الصحة مبيوعة ويجاي فتحن ألسي بعيدت ما مستلمينها والله قلت لزي إذا أقول لك السيد مقتدى الصدر مصر على فتح هذا الموضوع رغم أنا ما شفته قلت له لك نقلا عن الشهيد رياض النوري ما تجاوبوا يسمعني هو يعني قد يكون شغلة قد يكون كان ملتزم على العموم بعدها اللي فهمته أنه متدخلين اللي بالوزارة أنه الجهة السياسية اللي كان التيار أبو كيماد يا فيصل قال أنا ما قدر لازم يمشي العقد فبعديا يعني مضطر ما أخذ إجازة ستة شهر بس بقى العقد ساري يعني بفتح ألسي الولد أخذ التسعة واربعين مليون طلقوا للمبلغ بعده بها لثنا صار التغيير الوزاري صارت أحداث جسرة لأمة أجد دكتور علي الشمري صار وزير الصحة اتصلوا بي التيار الصدري قالوا نحذرك من هذا الموضوع فبدأ يشتغل عليه وردت إلى مسامعي أنا ظلي تمتابع الموضوع الحذرك من هذا الموضوع أن تفتح لا لا أنه لازم تلغي لازم تلغي لازم تلغي خوش آي بيني بين الله شهادة للتاريخ فقالوا خلص الخزين الستراتيجي صارت الأحداث مجلس رأيمة وعدنا جرحة هواية وتفجيرات المدينة تصدر لازم نجيبهم دني حتى ذا به البكترية هنا شوف شوف اللعبة هنا انبريت آني وياي أربع أشخاص أنا ما دفعت ولا فلس سين ألف دولار اشتريناهم من الإمارات على حسابكم على حسابنا ما رد أقول أسماهم بهم اثنين مسيحيين واحد سني واحد شيعي زينا ما يقبلونا حد يذكر اسمهم دينا بيننا بين الله جبنا خيوط العمليات دخلتهم إلى وزارة الصحة بالذبح المالميدان ويسمعني دكتور علي الشمر ويسمعني يسمعني عادل محسن ويسمعني دكتور عباس الفرطوسي أبو كيماديا عادل محسن كان يدري المفتش العام عبد المطلب في وقته كان يدري يدري عبد المطلب عده هامش الجعفري كان يدري لا الجعفري ما شفته شفت مدير مكتب عيان الميان قلة عبو حراء قلة ما عرف لا لا أنا ما أتهمنا على كل حال قلت المدير المكتب الخاص سلمنا سلمنا خيوط العمليات إلى وزارة الصحة الساعة بالعشرة بالليل بسفتكم شنو متبرعين قلت للوزير الصحة منظمة ثانية قلت للوزير الصحة هذا التبرع لا إلك ولا الوزارة الصحة ولا للحزب اللي أنت جاي مع احتراماتي للحزب هذا التبرع للعراق فلا أنا ولا دولي الوياي إنما نقبل أو باشر عقبا نيجي نحتاج منك فد شيء أو فدميزة ولا نحن نعمل في هذا المجال جيد ايش قالوا للوزير بكل وقاحة وكل صلافة قالوا له مع الوزير ما نقدر نستقبل هاي لخوط العمليات يعني ما نبحوصة فلازم نمشي الصفقة قلت له فحصوها قال من فحص يطول احشي لي بعض الأسفاء منو هذا اللي تشاديح تشاي الشكل قال من فحص يطول قلت له من حق الوزير يستثني لخيوطه من الفحص باشرة تنفحص مو دقول خزين سترها تيجي راح يغلاص والخيوط بعتني بالدبي ما نحملات ياها الأسرع قلت له هاي شركة النمبر واحد بالعالم هذي اللي جاي بالكياه على كل حال وحنا مو تجار لا يمنى ولا الموضوع من عدة وانتهن وناس تشتغل بالجلود وناس تشتغل عدة مطاعم مو يمنى الموضوع قدمتهم تابعت ويا الأخ عباس الفرطوسي خابرني قال لي يردوني يدخلونها مشتريات يا هي لخيوط العمليات قال لخيوط العمليات لتتة جبتها اللي جبتوها انتم هاي المجموعة اللي طلعت درجة أولى واستخدمناها وستدينا نقص بالخزينة الستراتيجي يردوني يدخلونها مشتريات بعد ينش قمت أتابع قمت أتابع بل كي الله نقدر نمنع انه صرف مبالغ مقابل شي احنا متبارعين به تخيلي الوقاحة والتجارة بصحة الناس الموضوع الثاني أنا مثل ما قلت لك لا وقف لعد هذا الموضوع وهذا الموضوع موجود بس صحة وإلى هاي اللحظة تحقيقات ما أدر كملة ما كملة من سنة 2005 إلى حد أن صارت مصطعة سنة يعني تخيل صاحب الشركة اللي محيول علي العقد وهو دزل تهديد شي اسمه بالله صاحب الشركة والله العظيم مبالي بس أوراق يعني موجودة الصور نزل ثاني يوم 12 مليون دولار من قيمة العقد قلهم بس ما شو زين هنا يعني هيتش أكو صلافة ووقاحة ماكو حساب أكو واحد محيول لعقد ب50 مليون دولار ينزل 12 مليون وجاي في تحول لألصي زين الويد ليس سألوا دافعونا على العقد هذا أنا أكيد واضحة لا لا واضحة ما يحتاج لها ما أخذين احنا بالنسبة هذا الحديث تتحدث احنا بالنسبة انا الرجل احنا نقاس مهنيين اتكلم على الوقاع اللي قدامي هذا حالة اللي صارت مسيرتي الشون صارت مفتش عامل الحالة الثانية اشتريت ثلاث محركات على أساس ما الدباغة للمعمل ما الدباغة تبين محركات ما السمتية ما بيوقها من قاعدة صدام الجوية البالصويرة شريتين وديتين وزارة الدفاع يا بذني ترهيت وكذا قالوا يا بإلك مكافأة قلت لماريد كتاب شكر قلت لماريد قال في لوسن قلت لماريد هاي حالتين اجي بهلاثنات عينت بالخطوط جراقي بالالفين وثمانية بمصر فاجأ السيد المالكي بالالفين وثلاثة عش اجي ويا وفد وزاري كبير التقى برؤساء التشكيلات انا محضرت تأخرت لسبب ما فاجأت اسلم باعتبار رئيس وزارة وملتقي برؤساء التشكيلات الملحق العسكر الملحق التجاري الملحق الثقافي السفير وايضا انا كمدير خطوط جوية عراقية كنت يعني درجة ملحق فاجأت اعتبر تعاتبوني للمراسم يا بتش رئيس زراء داز عليكم محضرات فلثنا اطلع مستشار رئيس وزراء قال استاذ سلعلك رئيس زراء وليتشار رئيس وزراء السيد المالكي فقال اهلا وسرين اهلا بالسيد كذا قال عاشت لديك على هالمواقف اسمعنا بمال خطوط العمليات اسمعنا بمال محركات الطائرات قال شنو قصتها محركات الطائرات قلت له والله على اساس انو ارجع العملي بعد ما يخلص وظيفتي بمصور واشتريت هايو كذا المحركات فتبين تبين انها محركات طائرات سمتية زيرد اي فنائب حنان فتلاو قالت لدولة الرئيس اجدخل محركات الطائرات بمحركات الدباغة فقالها اي فقالها قالها بالنسبة احنا مدين نتكلم على شي يعني راح يصير لا شي صاير وحنا استلمنا المحركات وفحصناها ونطلعنا فعلا ما السمتيات اوكي والرجل رفض اي شي فقال سيد انت امثالك يستحقون هاي قال لي انت شو كنت تخلص المدة مالتك انا كنت عدي طلب اريد اقدم لها طلب تمديد في مصر فقال لي امثالك مال يشتغلون في العمل الرقابي واني رشحتك مفتش عام بناء على التقارير اللي جتنا من استفارة متعرف احنا كم الحقيات السفيري قيمنا هذا اداء كذا هذا اداء كذا للجهاد ذات العلاقة فقالت لأشكرك على هاي الثقة لك العمل الرقابي غير صالح بالعراق ماكو بيئة صالح عمل الرقابي واني كعائلة احنا كنا السادة مين قدر نشتغل هاي الشغلة قال لا هذا واجب وطني ورا سنة شفته اذن القصة ابتدعت من هنا ورا قال لي شتة على العموم قال لي شتة وين صرت قلت لأ والله بعد بعدني بصر قال ليش يشي الناس نقول المستقلين المهنيين كذا كذا ورا يوم ان خابرني من هيئة نزاه قالوا عندك مقابلة وهكذا صرت مفتش عام كانت مقابلتي آني والقاضراء الجوحي حوالي اربع خمس من ضمننا ستفاتنا الآن مديرة محد القضائي من ضمننا السيد طالب جعفر الناء بالسابق مجموعة احنا قابلنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له الأجل لكنه بالقصص انا مرت تتاجر بهذه القصص بس استطريت لأنه وانا ايضا انا بالنسبة انا ما استكثر انا ما استكثر على الناس الخيرين ان يتحدثون بقصص بطوليةهم شعب انا مروج لحد لكنه انا اللي لفت نظري الرواية اللي انت حضرتك كنت تتحدث عنها هي الرواية بال2005 واليوم احنا نسولف بال2020 يعني الولد من جاين من بدايتهم شديد حينهم حرامية اذا القضية مو مفاجئة اذا القضية هي منهج وصل منهج تدميري بعلم الكل وبدراية الكل وبإشراف الكل لا هنا بالتسقيط يعني شوف وصل ما قدر هل هي انا فكر صح هو شوف استاذ هي اما قباحة وقاحة غباء وذن ثلاثة اللي يتعامل بيهن او اللي يمتلكهم ما يصلح لبناء الدولة سالفتنا ما تحتمل اما او سالفتنا ما بيها منطقة وسطة انا اسولف عن حادثة بعد 15 سنة نعم وقبل 15 سنة والمنهج يزداد بالتساعد انت تروح الواحد تقول لها هاي خيوط عمليات يموت بيها المريض يقول لها ما يصل يتعاقد لها طببها قبل 15 سنة يعني الولد جايين مبرمجين لا والجهة السياسية المسؤولة على الوزارة تقول لك افتح هذا الملف ممنوع يمر هذا الملف هسا قد يكون واحد يتعذر يقول لك لا الجهة السياسية اللي كانت المسؤولة على الوزارة ومتابعة وي وزيرها اذا الوزير ما قدر يوقفها وزارات اثنيا ما قدر يوقفوها ويرجون يبوقون لخيوط ويرجون يسجون المشتريات اذا الفساد في العراق ليست مصادفات لا لا الفساد منهج تشرف عليها قوى سياسية ما عدي توصيف شقول عليها بس خليني خلي الحلقة تبشي بهذا التجاه اللي انت لكن بس اسمح الغبائل يقول انه انت كدرجة خاصة يوقع عمرك الديواني اي رئيس وزراء في حينها بس هذا مو معنى انت من تميلة او هو جايبك ما قلت شي هاي هاي نقول دست السمه في العسل اليوم هسه اذا صدر امر بتعين امر ديواني بتعين مدير عام مني وقعه دولة الرئيس عادل عبد المهدي هل معناه هذا الشخص من تميلة حزب السيد عادل عبد المهدي لك الشكلية القانونية تطلبهيك فلذلك التهمه التهم المفتشين العموميين الاغلب العام التهمه يقولك ذول المعطول متعينين في مرحلة من جهة ما معناها ذولي حزبين انا الان اتحدى اي شخص يقول استا تكلم عن نفسي يقول انه جهة سياسية او ينبر جهة سياسية يقول حزبين هاتس اجيز وراء الحلقات يخابرون لنا نولد يقول لنا طبا اقولهم كذابين من حزبين اقولوا كذابين انا لا اقول لها حشاك يعني حشاك انا قضية مدام احنا فتنا بفساد الاحزاب وهذا القضية احنا بسؤل فين بيها هواي اللي جاني الاقتصادية نعم شفتها تعاملتوا ياها يجونك اللي جاني الاقتصادية لها تعريف واحد هي واجهات السرقة للقوى وللأحزاب السياسية ولا ما معنى ان يكون لحزب لجنة اقتصادية بالوزارة شي سوي هاي اللجنة شنو وظيفتها بيموجب اي قانون اتو غرفة بيموجب اي قانون اتو بالدائرة شلون نظمتوا علاقاتكم انتم بالجهات الرقابية مع الولد باللجان الاقتصادية وهم الولد شلون زحفوا سووا علاقاتهم مياكم شلون تمت هاي العالية وشلون الولد باللجان الاقتصادية شان يبقون ماكو واشلوناتهم مليان شلونات انا قولت فاك شيني هاي دكتور عزيزي ماكو بالوزارات مكاتب تسمى مكتب الهيئة الاقتصادية لجان او لجان الاقتصادية اكو اشخاص قلهم سطوة في الوزارة اكثر من الوزير في بعض الحالات وهذا معروف مثل ما الان نسمع مدير المكتب الفلاني نسيبي الوزير مدير مكتب الوزير شلو ما ذول الاشخاص دول الاشخاص عرف ليهم دول الاشخاص تجد قلهم اذرع في كل مفاصل الوزارة شلو عنوانهم بالوزارة تلقى سكرتير تلقى مدير مكتب بل احيانا متطوعين ممثل حزب له ماكو بعنوان ممثل حزب ماكو بالهيكل التنظيمي اللي وزاراتك وهي شي ولا يسمح به القانون يعني بس واضح المعالم يعني واضحة احيانا اوامر وزارية تصدر وتؤرشف وينشقل امر الوزارة من قبل شخص يعني شي بعقد مدير المكتب كثير من الامور فيما يخص اللجان الاقتصادية طبعا المناسب السنين ذات تتلاحظ حملات انتخاب والدعايات الانتخابية لرؤساء دول كثيرة يرحوها متبرعين شركات كبرى هذا في اميركا في غيرها بس موما تجي هاي الشركات تاخذ تاخذ مقدرات البلد والتاجر بمصير بلدان والتاجر بمصير شعوب وبطريقة مبتذلة يعني الان انت من تجي الى شركة تتأسس اليوم وثاني يوم تاخذ عقد ومع تعمال مماثلة هاي وين تحجب هاي وين بي وين تصير لا تحجب العالم انت العراق كل شي يصير لا هاي تتحجب بالخارج الشركات وصلت ترامب ووصلت اوباما بس ما نباقى تمريكي هو هذا نقوله ولا ترامب ولا اوباما احنا كل نظرية نطبقها هنا بالعكس وكأنه العراق ومقدراته عبارة عن فريسة يجب نهيشه بابشع طريقة واسرع طريقة زيان واسوأ طريقة من ضمن هذا يقوله اللجاء الاقتصادي طبعا عن طريق اللجاء الاقتصادي زيان ليش احنا التهديدات والضغوط اللي تجي انت انباقى العراق انباقى العراق انباقى العراق وتأسس الفساد وتمركز الفساد من خلال هذه اللجاء الاقتصادية للقوية والاحزاب عبارة عن تجار مثل يجي التاجر للحزب عندك شو هالان اريد ادعم اريد ابني اريد اسوي البلد اريد انت اليوم الوزارة مثلا الى الجهة الفلان السياسية اريدكم تنجحون فراح سويلكم مشروع بوزارتكم بس المفتش العام عطلة هذا هم مصدك ابو الان احسن مصدك خايف على المالات لو مصدك الوزير مصدق عني الوزير او المسؤول على الوزير او الجهة السياسية التي ترعى الوزير يعني هذا التقناني الطال عقيد بدون ما يقول لي يا بس قد مالاتي اش قد قياتي لا لا بالعكس دا قل لك انه عدت صور مرة الحصة مرة انه فعلا يريد ينجح الوزارة لكن بالتالي حتى عقلية تجارية ماكو في كل دول العالم لحزاب عدتها شركات شركات هي اللي تبني البلد علمهم تعكس في الصورة ايجابية وتحقق اسقاطات ايجابية بالبلد في سبيل كسب الناخبين كسب الشارع شون اتعاملتوا ياهم والله متجرت بالنقل بالسجلات السياسية اتعاملت بكل حدية وكحين او كح منهم صاحب الحق او كح وراهم اتاني نحن مو يقولون صورة النشاز واضح لا انا اقول الانحراف الصورة النشاز واضح لذلك بامكان بامكان الاستعصالة بسهولة اذا وجدت الارادة اذا اكو ارادة النزاهة في العرق تتحقق بتسعين يوم ارادة وشجاعة وآليات وكلنا احنا متفقنين انا دائما انا دائما شون تقول اكررها اليوم اقول الحرام وجبان لازم يجي يوم يوقع واردقول للاخوة وللقوى السياسية اللي كانت عندها لجان اقتصادية شقد باقت العراق وها شاهدة شاهد من اهلها شقد باقت العراق واليوم نفس هاي القوى اللي عندها لجان واللي عندها احزاب تسوي مشاريع اصلاح ومحاربة الفساد والوقوف والوقوف ضد الظالم ليش يتخاطبون ليش يخاطبون بهاي اللغة سيدنا يعني دستوا على رواحنا كتلتون مثل بكتون بقى بالشي واحد احترمونا بالخطاب يعني انت البار هتبوك واليوم تكافح يعني شنو ورا ما ما تربعت انا هاي وجهة نظرك دكتور واحترمها وقد يكون انا بحكم مظيفتي لازم ما اتعدفت خطوط معينة انا ما اتهم جهة ولا اقول فلان وفلان لكتنا اوصفك حالة المضايقات اللي والموانع والمعوقات اللي تعاني منها الجهات الرقابية والتحديات هاي التحديات اللي موجودة احنا ما عندنا اختلاف دائما اقول لك هاي التحديات انا اقر واشهد واقول الله يعاونكم هذه التحديات هل خلقتها الظروف الطبيعية هل هذه التحديات جاءت باجدات خارجية ام هذه التحديات التي كنتم تقفون بوجهها وتعانون منها حتى هذه اللحظة اليست القوى السياسية هي التي صنعتها وليست القوى السياسية هي التي تحكم اليوم المناسب عدم التواصل اهم سبب بتفشي هذه الظاهرة يا تواصل يا من التواصل احيانا تجمعك مناسبات مع رساء احزاب لما نتوضح له انه هذا الموظف او هاي الدرجة الخاصة اللي تابع له ترى هذا سلوكه تجده يتفاعلوا ياك يتفاعلوا ياك من الناحية الحضورية يتفاعلوا ياك بس ماكو تغيير هو يتفاعلوا ياك شكلا لكن هو هذا الجايبه ومن يجيبه ماهو الظروف ماهو المبررات ولذلك انا شوف يعني انا انت قلت لي تتوصل لرسالة انت مدما اكو خطوط ما تتعبرها بس احنا هاي الخطوط احنا ملخ قانون ما لدي عبرها مو خوفا لا قانونا قانونا لا لا خوفا لا انا بالنسبة يعني قانونا قانونا هي القوى هي القوى او بعض القوى السياسية التي متهمة بالفساد وشبهات فساد هي التي لا تريد التعالج والله احنا سمعنا كثير من زعماء اعترفة واعترافات رسمية بالتلفزيون قالوا احنا عادر يقول احنا هاي الطبقة فشلة هاي بيقول احنا نسوينا كذا نسوينا كذا وبعدين المواضحة مين رادلها بلد مثل العراق بلد الرافديين هذا العلا المعطاء العقول الجبارة الخلاقة يفشل ببناء منظومة مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية رحلة ما يقدر يسوي يا عقل هذا رحلة ما يقدر يجي واحدة ساعة تبني رحلة انت دبرت انا هسأل اروح المتظاهرين بساعة التحرير اقل تردت متوهم انت ترغلطان رح ينبري لأقل مستوى ثقافي بهم رح يقل لي عم يسئلك سؤال دبرت لي رحلة رح يقل لا رح يقل لي مدرب ما طوب ذات عدل بلعبتين يبطلون صال لك 16 سنة ما ندبر لي رحلة شو درجة زين اكو قضايا مرات انا اريد اتوقف عنها السجوز انا جاهل بها ما اعرف بس اريد استفع منك عندما قال لكم يا شباب هاي خلاص سلموا ما لديكم من ملفات انتم خمات تتبعون حمز حلو عدكم ملفات على الولد والولد بالذات الحرامية هل ذهبت بأياد امينة لولولد اللي عليهم تحقيقات راحة وطلعوا وشافوا ونشالوا توراق ونحطوا توراق يعني ذاك الجهد اللي كان كل ذاك الفترة سحب نحية عمك للأسف لما نتصدر تصريحات من جهة مسئلة وتمثل اعلى جهة بالبلد سواء كان سلطة تشريعية او مثل وزراء ويتهمون الجهات الرقابية بالتواطع والتدليس واخفاء الحقائق هاي المردودات السلبية ما رح تنعكس على الجهات الرقابية وانما على البلد وعلى سمعة البلد امام النظامات الدولية وعلى رصيد البلد دوليا ومصداقيته احنا سؤالة كان اعرف من ينجا انه انت سمعت هاي التصريحات اللي لا هذا الحجب مو حقيقي عبارة عن مسودات كانت مطبوعة يعني بيخطاء املائية واتلفت او احرقت اما الملفات تم تشكيل لجهان من هيئة النزاهة من دارة التحقيقات وفرق اجت استلمة الملفات بصورة مهنية وبتسلسلات وبعرشفة وبسجلات ذمة الملفات قيد الانجاز والملفات القيد التحقيق تتكون بساكم بالهنت طبعا كل شيء محفوظ عندك في دوارنا في دوارنا في دوارنا ميصر نحتفظ الى جهت تقدر تضمن انه هذه الملفات الان لم يتم المساومة عليها بحكم خبرتك وينولد كل هاي الفترة الصدق الصدق انت سيد وبأشر وراء نقبور انا سمع التراطيش حتش سيد احنا العراق يمتاز انه الدعايات والاشاعات هي اللي تحكم نسبة 90% من الرؤى المتبنات والقناعات المتولدة هي بناء على الاشاعات والدعايات مثل ما الان نسمع كثير من الامور الملفات دا يكون بها مساومة ويكون بها فمصر في اروقة مكاتب مفتشي عمومي انا يحكي بعد ما طلعتو احنا بالنسبة سلمنا الملفات ورا ما سلمتو وصل الى مسامعك لا لا ما وصل ما قوي ناس تشذب وتشذب الله يذبه بالنار هذا السوشال اللي نقع الهاي بالسوشال هو يكو ناس تدري هاي جيوش الكترونية مثل هذا صاحبك عدة 3000 جيش الكترونية 350 موقع الكترونية 350 موقع الكترونية 350 موقع وسخرين كلهم عليك لو اليك بكيفك ان شاء الله الظالم الظالم ظالم ضربه ومن يدق الله يجعل لهم وخرجان ورزق زين اكو ايضا كانت اكو ملفات فساد انتم قدمتوها الى النزاعة وديتوها للقضاء مكتملة الاركان بيها تحقير بيها جهود مصدر بيها قرارات وتأخرت لسنوات هذا الامور في بعض الاحيان يلفت النظر ومن تجي الشوك قل لك انه بعض تظنث ومرة واحد شونها سنته قلتك يابا ترى اكو قسم الشعار يابا مش شك مرات ياخذني لان من اسأل ما حد يطيني اجابة ومن اس تنتج يقول لك يابا لا ترى الامر مو مثل ما جاي السولف انت ليش هذي من الجهات الضغطة بهذا الموضوع برأيك ابتداء احد اسباب التأخير هي الالية التراتبية المتسلسلة بحالة الملف لضمانه الحقوق حقوق مثل ما نقول المدان او المقصر وحقوق القطع العام والشخص مثل ما نقول المقصر يبدأ التحقيق يبدأ والمرأة تحري ومعلومة توصل لمكتب فتشعام يبدأ يشكل لجنة تدقيقية او احنا اذا اكو قران ووقاع قبر لجنة تحقيقية ورا ما يكمل يوديها للوزير صادق عليه الوزير يحيلها للنزاهة النزاهة تعرف دائرة محدودة الامكانية والعراق كل عليها دوار فبالتالي هنا رح يصير عددهم مثل ما نقول اولويات اكو مثل يسمونها القضايا المهمة وكو القضايا العادية القضايا المهمة عازلي لها مثل ما نقول القسم يقوم بالاجراءات والقضايا العادي ايضا ما نشير طريقها بالتالي زخم هذه القضايا وزخم هذه الاخبارات هو احد الاسباب بالتأخير السبب الثاني هذا المهم الخلل اللي يصير بالوزارات بالتواطع بالوزارات مثلا احد الملفات الشائكة المهمة في الخطوة الجهة العراقية وصل الموضوع الى محكمة الجناة وصلنا الى الحكم اجا تقرير فن بمعلومات مدلسة غير قناعة قاضي يتعامل مع وقاع قاضي يتعامل مع وقاع اجا تقرير فني وهذا التقرير فني شميه محتويات مو صحيحة ويختلف عن التقرير الفني اللي اساسا تمت عليه الادانة ويختلف عن تصاميم مطار بغداد ويختلف عن قانون الايكاو شتي تقول من الاخير هذا اللجنة هذه اللي وقعت على هذا التقرير الفني تعرف انه الجوانب الفني القضاء لازم ياخذ بيها من الجهات المختصة قابل لك شهادة 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 مال كداية توديها لواحد مقرود يسوون بها صحة الصدور الا تقرير فني على اساسه تقرر مصالح وطن ما اقدر اكتشف حقيقة لا مو مزور المعلومات لا المعلومات البي مدلسة اي هو هذا لا من اللي كتاب هذا هو انا صحة الصدور شنوه اردى شوف المعلومات الحقيقية لو مدلسة لا صحة الصدور مرة يجي كتاب مزور بس مرة انا كجهة فنية اكتب لك معلومات زور المعلومة اي اضلل القضاء مثل ما ازور لي شهادة انا لا خريج ولا شارب بولي بريج وتطري اضلل هاي صار تضليل للقضاء اليوم ما صار على هذا هاي احد الاسباب تشوف القاضي هاستردى ناقسك بالاسباب القاضي محتار هاستردى ناقسك بالاسباب احنا مرات انتم يعني خل نقول سياسين بالدولة مسؤولين بالدولة الاباء المؤسسون جزء من محاربة محاربة الفساد كل من يشتغل بعنوانه اليوم احنا جهة رقابية بعيدة جهة سياسة وعن الاحزاب اليوم البلد مكونات كلها كلهم على رأس الشريف 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 الشرفاء القاتلوا من اجل العراق ومن اجل حرية العراق وحماو العراق هنا احطوا نعم انا طلبتوا يالحرام هم يدروني بحديث اليوم العراق والحرام يسائلهم قبل ليسيل البلد هاستكون يحسبونها مثل ما تنسبها انت حتى يبطل شالي سلاحي وفتر وراء الوادم اليوم العراق مثل المريض بسالة الانعاش واكو طبيب اليوم الطبيب من يجي المريض مرات واحد عده عملية واستعجلة هذا يفوت للعمليات هذا رأسه يتخيط ويتدرج اليوم انت تقول نتيجة للزخم اليوم اكو اولويات لقضايا يجب ان تعرض يأخذ بها قرارات وتستطنى قضايا طالما اكو بيها فساد وان كان هذا الفساد بدينار بدينار واحد وتدري انت قبل حديثك ببداية الحلقة لما تحدثت عن الخيوط الفاسدة الي تموت العراقيين شم باب دقيت لو رايح تخطب لك مرة ما تسوي ذني رحت للسيد واحد مررك على السيد واحد وداك الرئيس الوزراء وقابلت مدير مكتب رئيس الوزراء او رحت للوزير او رحت للمفتش العام والناس يخيطون بها وتموت وتخيطون بها وتموت الحمد لله من عناها الحمد لله وقفناها من عناها بعد الشم واحد اذا دعا اقول لك جو قد اكون من هاي العين والشم واحد دافع عن الحرام ممظومة بهذا المستوى بهذا المستوى لما يقول لك والله هذا مو مون كتلة ما نقدر نأثر عليه لازم تروح وشوف ياه ابو وياه خالته وياه ابن عمرته حتى يأثرون على هذا يوقف اكو دولة تقدي هاي البداية معقولة سيد للأسف هذا اللي قلنا احنا اليوم اي صاحب شركة بسيطة اي مستثمر يجيب لها مستشارين يرسمون لفت خارطة اقتصادية خارطة مالية سياسة مالية اليوم احنا من تكون دولة بيها جهات رقابية بهاي الرصانة وبهذا الوعي لكن قانونها ضعية لا 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 اجياء قوية لا لا الجهات الرقابية موجودة وانتك دليل الجهات الرقابية موجودة وبدليل انت من طلعتوا ياهي بالحلقات بالملفات الثلاثة زرفوا عليك السيارة مراقب لو مراقب شلو تشان يراقب عساها بحظك وبختك هل اتهل جنتك وتفتر بالمعاوضة طلعتوا ياهي سيارتي واقبة لقيتها مضروبة صالية اذا الولد يراقبون ما تاركي للدولة يراقبوها لما حجيت اجيت اخذت حقك هاي الرقابة مو الرقابة اللي سوونها انتو انت رقابة تجي تقول يدقل للولد تقدر زقهم دكتور دكتور احنا المفروض هاي الجهات الرقابية لا حول ولا قوة نجي نشوف من ينتعاني اليوم الجيش العراقي لما نخسر ثلاثين العراق في يومين في 24 ساعة فما ألغي اجي اشوف هل الخلل بمناء العقائدي هل الخلل بالتدريب بالشخاص اللي يتقوده فما ألغي ايضا الجهات الرقابية شنو الخلل اليوم انتجي المفتش العام ذاك الخلل الفساد الخلل يصيح لما ولبو الفساد بس ستة من رحة على الخلل يضربوك ثلاث طلقات لا ستة ستة ها قالوا لك بابو زايد لا مادر الصبح لقيت السيارة بيها طلقة مضروبة من جهتي لأقعد بيها طلقة ولي اليم السائق والجهة الخلفية المرات أقعد بيها لقيتها ثلاث طلقات وطلقة من هاي الجهة وطلقة من يم السائق ليش تهجعلوا على جامها جام مصفحة بس فهم سوين موجودة لحد الآن اي اي على اثرها زيان انت ابن الدولة غير مفروض دولة تحميك تحقق تجاعة النزاهة يودون على الولد يشيلون الحرامية اللي صار صار تهديد لي بالموبايل الا نشيلك ولا مدرشنه فانا اضحكت بس كاجراء يعني خبرت الجهاز ذات العلاقة فاجزاهم الله لبخير جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والقضاء وهيئة النزاهة تفاعلت مع القضية وصلت الى انه حضور تطلب يتطلب حضور الموثل القانوني للوزارة لتحريك الشك وعلا صاحب الموبايل اللي يهدد فالوزير يقول لا ماكو داعي احنا ما نشتك على اللي يهدد يما يكدخل بمو الوزير يعرفها ماكو حل لا 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 اكو وزير مجرد ممثل قانون لانا انا ما عندي شخصية معنوية يروح للقضاء موثل العام ما يمتلك الشخصية المعنوية اللي يتمكنه يروح يدون اقواله او يحرق الشكوة او فد احنا عندنا ممثل قانوني بالوزارة مفروض روحي انا تم تهديدي باعتباري مفدش جيل الوزير استعتقد قال ماكو داعي ليش لا واضح المواقف تمام والله ما افتهمت عايش الوزير بكلفة يعني لا يعني ست يا بم وانا من السولي في المي يقول لك الوزير بكلفة لو قراري الوزير مصائب قوم عنده قوم الفوائد ها رزق المزازين اعلم على الثرات الله سبحانه وتل عز وجل موجود اكبر من كل شيء هو الحافظ صارنا وحياتك سي صارنا خمسين سنة الله حافظ وحاك دم الحسين رح يجي يوم الفاز ديل تحديدا انا استثني الشرفاء وحاك دم الحسين وحاك دم الحسين ماي الحاك عاليا عاليا انت ليش هذا ليش يعني التحلف بالحسين انا اسئلك سؤال من بدء الخريقة لليوم اكون حراف استمر بس يعني ماكو قباحة وهذا البلد ماكو قباحة بهذا المستوى مايصير انت النهار الحراف مايستمر النهار كله النهار كله شاد لك وصلب للثم ويدك ويدك على الازناد وتكتلوا ببلد العالم باب الناس تختلف مع بعضها الناس تختلف في عقلياتها الناس تختلف في مستويات تفكيرها الجأوا الى الحوار استاذ احنا لو بانين دولة و بانين مؤسسات و مؤسسات تعليمية و اذا جينا اولاندا بل مؤسسات تعليمية لان صارعتهم وعي و ثقافة ما يتأثرون بالافكار الهدامة والافكار التي تسمت يا وعي يا تعليم اذا جهل المجتمع انا جهل ابني اخلي ابني صير سطحي جاهل احرم من ابسط متطلبات الحياة ما اجي اليوم اقل لان تريش حرفت تبني مجتمع و صف الاول بي خمسين طالب خمسين طالب و صف الاول هذا الطالب رايح و صف الاول ده يتعلم بي خمسين ستين طالب عليكم بتقوى الله و نظم اموركم اخر تجربة اليك هي و هي العسكر حتي لا اختم هاي الدقيقة اللي بقات عندي اخر تجربة اليك و هي العسكر انت جلت مدني نعم و التشغل تكتب وين ما كو بوق و تروح تسأل بي نعم شي اختلف البوق من مدني عن العسكر ختامها مسك انا الحمد لله شكر اللي شفت يعني نصوع وبياض في مؤسسات اثنى عمل رقم مثل الارهاب جهاز يعمل بتراتبية وبنظام والله بطولتهم ارفع لهم القبعة والله ارفع لهم القبعة حقيقة انا ما حالف نحظ تشتغل كثيرا بالجهاز اكثر من شهرين لكن خلال هاي الشهرين انه طلب مني خطط لتقييم الاداة تقييم الاداة مقترحات حوكمة الاجراءات غلق منافذ المخالفات الادارية او الفساد يعني بمعنى الكلمة محرفين في كل شي انا اشكرك الجزء الثاني ناخذ وجزء الثالث ادي هوال شوال فوياك تحت امرك الاستاذ قيصر الهاشمي مفتش سابق شكرا جزيلا لكم شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدي التغير التقيكم في جزء اخر وجديد وبلفات فساد كنت قد تناقشت بها مع الاستاذ قيصر الهاشم تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة